أتمنى محدش ينساها يعني التخبط المبيني الفيفا والكاف في الموعيد والكاف متعرفش بيداري ازاي او للجان بتشتغل ازاي الحاجات دي ما تتنسيش الحاجات دي خلوها دايما في الزاقرة وفي التاريخ لان الحاجات دي بتبقى مهمة جدا للمستقبل وللناس اللي جاية خدوا بالكم ما تنسوش ان الوداد لما خسر من الترجي في نهاية دورة أبطال إفريقيا 2019 بعد ما رفض ان يستكمل المباراة وانسحب وساعتها الترجي تم يعني اعلان فوزه بدورة أبطال إفريقيا الوداد ما سكتش وقتها وسكت يعني عدى الموضوع وسكت ده قعد ثلاث سنين يشتكي يعني قعد ثلاث سنين يشتكي بسبب هذه المباراة فبالتالي انت خسرتك بالأمس ممكن يكون فيها شق فني انا مش راجل فني بس ممكن يكون فيها شق فني في اعداء التسعين ديئة لكن ده ما يديش مبرر ابدا ان الاجواء العامة للمباراة والقرار اللي اتاخد كان جزء مهم جدا ان المشهد يطلع بالشكل ده جزء مهم جدا ما ينفعش حفصل ده عنده خالص على فكرة لازم الأمور كلها تبقى مترتبة وفيها تسلسل دي جزئية الجزئية التانية اللي عايزة وصلها الجمهور الاهلي دايما كده تبقى انت حافظ في التاريخ 30 مايو 2019 الكل عرف وشاف اللي حصل في رادس والجمهور الوداد فضل متكلم في القضية تلات سنين وقعد يشتكي تلات سنين وصل لمحكمة رياضية ورح لمحكمة فيدرالية وكان قصة كبيرة جدا وخسر كل شيء وكلنا عارفين الموقف اللي حصل في المطش والفر ما اشتغلش ومحدش بلغهم وكل ساعته كان متعاطف حتى مع القضية دي واللي حصل في المطش ده كان جزء اساسي ومهم جدا في تغيير خريطة قيادات الاتحاد الافريقي بس وقتها مش كل القيادات واحد واثنين حسب وجهة نظر الاتحاد الدولي وقتها ما كانش عايزي غير تغيير كبير فغير واحد واثنين اللي حصل مبارح المفروض الاعلام والسوشيال ميديا والجمهور آخ صرت بطولة لكن في نقطة تاريخية محدش ينساها ان كما فقد الوداد لقبه في 2019 تقرر نفس المشهد في 2022 مع اختلاف بعض التفاصيل مع اختلاف بعض التفاصيل العنوان واحد العنوان واحد وهو ان الاتحاد الافريقي يتخذ قرارات كارثية تهدد سلامة المسابقات الاندية الافريقية لكن التفاصيلة بتختلف في 2019 الفار ما اشتغلش الفار اصلا مجاش تونس تمام؟ واتعامل التمثيلية والوداد ساعتها اشتكى والكل كانوا وقف معهم لما كانوا حسين انهم اتعرضوا للظلم المرة دي التمثيلية اختلفت شوية ليه بقى؟ ده مش قصة فار بقى وحكم وجمهور والكلام ده كله لا قصة امتى تم تحديد ملعب نهائي دورة ابطال الافريقية بعد ما تعرف الاطراف بنسبة 90% الاهل والوداد فهنا دي القضية ودي المشكلة فاقوعة تنسى التاريخ 30 مايو 2022 كانت مصرحية هزالية مصرحية واضحة امام الجميع وامام كل وسال الاعلام العالمية اللي اتكلمت وقتها لما القرار اتاخد ان ده قرار غير عادل اتسونت فير ده قرار غير عادل ولا ينطبق عليه مبدأ الاتحاد الدولي الفير بلاي مبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي يا جمهور الاهلي 30 مايو 2022 مصرحية لا تقل بأي شكل من الاشكال عن مصرحية 30 مايو 2019 مع اختلاف المشهد والتفاصيل والكلام اللي ما بين السطور اشتركوا في القناة